أستاذ التسبيح من القائرة تتفضل سلام عليكم يا دكتور وعليكم سلام عليكم كاته تفضلي كل سنة وحضرتك طيب يا رحمة الخير وحضرتك طيبة وبصحة وبسلام يا فندم بص يا دكتور أنا والديتي ستة كبيرة عندها خمسة واثمين سنة وأكتر يعني وهي في الفترة الأخيرة جالها بداية زغيبا على خفيف يعني فالمهم هي ببتيجي تصلي طبعا كتنوازبة جدا على الصلاة وكل حاجة أنا طبعا بخليها تتوضى وانتقدر تتوضى يعني وبتصلي بس يا دكتور بتقعبط في الصلاة أجل أقول لها يا ماما غلط أعملي كده تتزعى لي حبيبتي وتتنفسد وتتعصب وده غلط عليها فأنا يا دكتور خايفة يكون ده مثلا غلط عليها أو أنا غلط علي إلا أنا مش توجهها طيب أنا أجاب على حضرتك إحنا شويتين ثلاثة لازم نعرف بس إن إحنا عندنا أحكام خاصة لأحوال خاصة من أحكام أهلنا وأحبابنا وخيرة وخيرة من فينا أهلنا أصابهم الأل زهيم لابد إن إحنا نعرف إنهم عندهم أحكام خاصة فيهم أحكام الخاصة فيهم بعضها بتكون ملحقة بإنهم خلاص في بعض الأحيين بيبقى وكأنهم رفع عنهم القلم فبنتعامل معهم على هذا الأساس في حالة تولد حضرتك هنتعامل على النحو التالي هنذكرها تذكير خفيف يعني نقول لها كذا 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 لكن لا نلح عليها مدام خلاص دخلنا في الزهيمة ومدام هي في الجزء ده لإنها بتبقى متأقنة إن اللي هي ده شايفها صحيح وبتبقى بحسة بالمئهانة إن أنت بتصحّلها فدوة بيعمل لها جزء من التعذيب فمحضرتك ما تكرريش عليها وما تشديش عليها أنت فقط بس بتذكريها وبس بطريقة تكون مناسبة لها أول ما تلاقيها إن زعجت خلاص هي بدل النسيت ومش قادرة تتذكر خلاص إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيانة وما استكروها عليها فهي إما أنها اللي عندها دهت من نوع من أنواع الأشياء التي لا تستطيع أنها تتعامل معها ولا شك أنها جزء من النسيان وإحنا حتى لو أجرينا عليها الأحكام الأخرى أحكام رفع التكليف فهي ليس عليها شيء إن شاء الله فهي ليست آثمة ما تخفيش عليها فهي ليست آثمة في الحالة اللي هي فيها دي وده لازم نفهمه بشدة يا جماعة هما ما تحاولوش إلى أطفال صغار بندربهم عشان يفتكروا ما حصلش يا جماعة ما تحدش يعمل كده ولا حد يتصور إنه لما يشتد عليه هو يتذكر هو المعلومة دي خلاص راحت وما فيه وهو مش هنقدر نحط له معلومة دي إلا من رحم يا ربي فعشان كده لازم نكون نتعامل معهم معاملة خاصة ومعاملة تتناسب مع حالتهم فما تفتكرش إنه لما تشد عليه ولما تزعقله هيفتكر لا هي الجزء ده خلاص احنا هنتعامل معاه على هذا الحال لغاية ما يأذن الله سبحانه وتعالى إما بشيء من عند الله سبحانه وتعالى أو إنه يكتشف علاج لهذا المرض وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحفظ أهلنا كلهم ويجعلهم إن شاء الله في خير وأنا أوصي أوصي نفسي وأوصيكم جميعا 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 بإخواننا وأهلنا وأحبابنا المصابين بقال زهيمر خيرا لأنهم يحتاجون إلى رعاية فائقة وحنو شديد واللي يعمل ده ربنا يجعل سواب وعظيم عنده إن شاء الله